مرحباً أعزائي المشاهدين، أهلاً بكم في فيديو جديد هنا في علاقات من غير مونتاج وإسبوع Attack on Titan يستمر في هذا الفيديو ده، دعنا نتكلم على، يعني هو أيوه يبنل موضوع غريب شوية ولكن أنا شايف أن في عالم الانيمي عمتاً ده شئ جداً جداً يعني مهم وهو موت الشخصيات المهمة وفي انيمي Attack on Titan يعني ده سبويلر لو أنتم مش متابعين انيمي Attack on Titan فيه موت كتير، فأيوه ده تحذير الحلقة بتاعكم لو أنتم ما تفرجتوش ولو انتم تفرجوش على آخر حلقة لسه نازلة اللي هي مدتها ساعة برضو ما تفرجوش على الفيديو ده لأننا هنتكلم على حاجات حصلت في الحلقة ده التصنيفات بتاعتي اللي يتم تصنيف الموتة دي كموتة فعلاً فعلاً جمدة رقم واحد إن هي لازم تكون موتة مرضية سواء كانت البطل في القصة أو كانت الفيلين أو شخص شرير في القصة من ناحية أنها شخص شرير فاللي هي كانت موتة فعلاً تفش غليلك ومن ناحية أن كان بطل من الناحية الثانية تخليها موتة مرضية مرضية إن خلاص الشخصية دي مش هنشوف منها تاني ونبدأ على طول برقم عشرة معانا في القائمة وهي موتة كاني أكريمان شخصية بتاعت كاني دي هي طلعت في أكتر أرك في الإنمي ما بيأخدش اهتمام كتير وهو الأبرايزنج أرك لأن الأرك ده ما فيهوش الأكشن اللي احنا متعودينه من أتاك من تايتن أرك كامل ما فيهوش تايتنز أو ما فيهوش خناقات مع تايتنز بل كل اللعبة فيه لعبة سياسة بشر على بشر وفي نهاية الأرك الصغير ده ليفاي بيقفوا قدام كاني أكريمان وبيتناقشوا مع بعض بس نقاش طويل بناخد شوية من الباك ستوري بتاعت ليفاي بناخد شوية برضو من القصة بتاعت كاني نعرف مين هو كاني نعرف إيه هم الأكريمان دول ونعرف علاقته مع ليفاي إن هم يعني لا هم فيه فيه علاقة ربط عائلية ما بينهم هم اللي اتنين وفي الآخر بيتساب علشان كاني ده ريبر السفاح يموت في سلام جدا مرضية نروح دلوقتي الرقم تسعة وبردو رقم تمانية هنحط اتنين في خانة واحدة يعني تسعة وتمانية نخدهم مع بعض علشان الموتة دي جت في نفس الوقت وهو جنرال ماجيث وشاديز شخصية شاديز من الشخصيات اللي لما رجعت اتفرجت على الإنمي مرة تانية قدرتها أكتر لأن لا هو فعلا لي دور كبير بعيدا عن أن هو كان الشخص اللي ضرب الشخصيات الأسية بتاعنا في الإنمي بل هو في الأساس لي جزور في القصة بتاعة اتاك من تايتن من ساعة لما قابل جريشا زمان وجريشا كان قال ايه تايه ومش عارف هو طلع برا الحيطان ازاي ومش عارف مين شادز موجود معانا في القصة من ساعتها ومن الناحية التانية بقى بتشوف في الجانب بتاع مارلي صورة القائد ماجاث اللي هما كانوا شايفينه على أن هو ده هو الشخص العسكري اللي هيقيد مارلي علشان مارلي جيشها الخطير وشارف مين بل فيه لقطة تلخص الشخصية بتاعة ماجت دي اللي هو الشخص اللي بس عاوز يحارب للفخر وليس أكثر يعني لما جي الوقت ناحية الجدة يا معلم ما كانش عنده اي مشكلة خالص ان هو يحط ايده في ايد شخص قلدني اللي هو ويلي تايبر علشان يمشي الليلة ويخلي فيه نصر جاي ناحية مارلي بل ساعة الهجوم بتاع ايرن على مارلي ماجت كان همه الوحيد في الليلة دي كلها ان هو بس يرمي طلق اي كلام كده ناحية ايرن ليه علشان يكون اسمه هو الشخص اللي بدأ المحاربة الضد ناحية الاتاك تايتن ويتأكد على التاريخ يا جماعة كل اللي عادين هنا هو شاهدين ان انا واحد مارلي اللي بدأت الحرب على ايرن ييجر ما كانش اي حد تاني ايرن ييجر جيه هاجمنا انا اللي هاجمت اول واحد ولكن الشخصات بتاعته بتتطور لحد لما نوصل لمشهد نهايته طريقة تفكيره بتتغير تماما اول لما يشوف الاهوال بتاعة الرومبلينج ويقولك اوكي اوكي لا انا فاهم دلوقتي ان في حاجات غلط بتحصل انا فاهم دلوقتي ان فيه مصايب اعمالها تحصل وانا فاهم دلوقتي ان انا كنت جزء من حاجات سيئة ان انا نخلي عيال صغيرين يتضربوا عشان يكونوا قتلة والجودة فبيحاول اللي هو ايه يكفر عن عن زنوبه بان هو يفضل ورا علشان يضمر السفينة ومن اللي بينضم معها شاديز موتين جدا جدا مرضيتين لشخصيتين مهمين في Attack on Titan نروح دلوقتي لرقم سبعة وهي موتة فيلين غلبان موتة بيرتهولت موتة بيرتهولت يا الله موتة صعبة بشكل مش طبيعي وانا ملاحظ ان في القائمة بتاعتنا يعني على ثلاث حلقات فقط فيهم من اجمد الموتات في Attack on Titan بس الموتة بتاعت بيرتهولت يا الله اصلا ان بعد ما بيرتهولت راح متاخد كده بعد ما ايرن راح مطلعه ايرن ايرن ينتقم اخيرا بعد السنين دي كلها على التايتن اللي بدأ القصة دي الكلاصل تايتن وطبعا احنا بنفهم ان الكلاصل تايتن مش زيه زي التايتنز التانيين ما يقدرش يدافع عن نفسه ويتحول اكتر من مرة وكلام ده لأ اول لما بيرتهولت تقفش خلاص بيرتهولت ميت ميت في كل الاحوال بس بيحصل النقاش الطويل في مين اللي هننقذه ومين اللي هنخليه ياخد القوة بتاعت الكلاصل تايتن ارمن ولا ايروين مش عارف مين وكل ده وبرتهولت قاعد يا جماعة يا جماعة اي حال وفي الاخر بيكون القرار ان ارمن هو اللي هياخد القوة بتاعته في الوقت ده ارمن بيتحول لبيرتهولت وبرتهولت فعلا ما يقدرش يدافع عن نفسه تماما بل بيصرخ بيصرخ كده هو على نوع بخلاص فقط الامل بس بيعيط بيعيط على اصدقائه واي حد ييجي يساعده ومفيش يا الله المشهد محزن بشكل مش طبيعي مستبع ونوعا ما يعني اللي هو اتا من جوانك بتقول ان هو يستحق صراحة في الوقت ده في القصة وكناش فاهمين اللي بيحصل خلف الكواليس وليه هم بيهجموا على البشرية والكلام ده بس برضو يصعب عليه كمان الوحدة اللي هو كان فيها وكل صحابه سحبوا عليه وزيك اخد راينر وطلع ييمشي على الكار تايتن وبتاعه هو متساب لوحده وهد يتاكل جهد دايب والروح دلوقتي رقم 6 عندنا في القائمة دي ورقم 6 هبين لكم فيه من وجهة نظري ايه موتة مش مرضية وايه موتة مرضية في نفس الوقت بالنسبة لي من احسن الموتات في اتاكن تايتن هو الموت بتاع السمايلينج تايتن التايتن بتاع دينا فريتس التايتن اللي اكلت ام ايرن وارن برضو اخد انتقامه بعد السنين دي كلها في اخر حلقة من الموسم التاني لما ايرن من غير قصد كده رح مشغل القوة بتاعت الفاوندينج تايتن وخلى التايتنز التانين كلهم يجروا علشان يضمروا دينا فريتس او التايتن بتاع دينا فريتس خراف يا الله يا الله المشهد ده الصرخة دي مش طبيعية وانت بتحس اللي هو اخيرا اخيرا التايتن المقزز ده مات بس في نفس الوقت هو قبل الموتة بتاعت السمايلينج تايتن ده كان فيه موتة هانس وهانس صراحة يعني من الشخصيات القريبة لنا كلنا لان هو موجود في قصة الانوي من البداية وبصراحة انا شايف ان موته كانت اللي هو يعني ممان يعني مات بطريقة غبيعة جدا اللي هو بس مات من غروره ويعني مش اكتر فاللي هو يعني دي دي قيتني صراحة يعني وموتة مش مرضية تماما لشخصية مهمة زي هانس اللي هو يعني اه كان يستحق ان هو يعني ياخد موتة احسن من كده بس لأ هو بس علشان علشان كان عايز يدافع عن العيال الصغيرين دول اللي هو خذلهم في يوم من الايام فاللي هو لأ دلوقتي انا هقتلكم التايتن ده قالت شوفوني وارا خطي شوفوني وارا خروق بوم راح يتوكلها وبالمناسبة لو انتم مستمتعين بالفيديو لحد دلوقتي تتكلموا انتم عمليين لايك واشتركوا في القناة عشان اول لما ينزل الفيديو جديد يوصلكم على طول بس كموتة للتايتن ذات نفسه ايه كانت موتة خرافية رقم خمسة واحدة من الموتات اللي اللي بصراحة انا كنت كرهها اول لما حصلت واكن لما رجعت فرجتها على الانمي مرة تانية فهمت قد ايه الموتة دي جدا 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 مهمة وهي موتت ساشا موتت ساشا في المسم الرابع من اتاكتون تايتن كانت جدا مهمة لان هي رقم واحد كده رقم واحد بتأكد لنا مية في المية ان يا جماعة لو انتم ما كنتوش واخدين بالكم من ساعة لما بدأ المسم الرابع ده وان فيه حاجات كتيرها مختلفة دلوقتي احنا عايزينكم تتأكدوا ان اللي احنا داخلين عليه حاجة مختلفة تماما عن اللي جاء قبل كده وموت ساشا بالشكل البارد ده من اللي يقتلها كمان عيلة صغيرة جابي تم قتلى ساشا كولد بلادد وساشا بكل بساطة تريمي على الارض وتفكر في الاكل للمرة الاخيرة كل اصدقائها اللي حواليها مش مصدقين اللي حصل بيعرفك الانمي بيقول لك يا جماعة ركزوا الشخصية اللي كلكم كنتو بتحبوها الشخصية اللي كانت الكوميك ريليف الشخصية اللي كانت بتحلي الدنيا مش هينفع في الانمي بعد كده ودي هي نهاية الجزء ده من القصة كل اللي احنا داخلين عليه من هنا سواد سواد فخلي بالكم رقم اربعة من اكتر من اكتر الموتات اللي جدا 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 يعني تخليك تفاكي جاء الله وات 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 ويلي طايبر المتحدث باسم عائلة طايبر في عالم اتاكن تايتن عمل بنفهم اصلا ايه هي قصة العائلات وبنفهم مين هي عائلة الطايبر هما العائلة اللي عندهم الورهامر تايتن وبتاعه والكلام ده وبعد كده بنشوف النقاش بين القائد ميجات وما بين ويلي طايبر وبنفهم ان ويلي طايبر هو اهسان اللي مدور للدنيا هو والعائلة بتاعته من خلف الكواليس والليلة دي كلها وبعد كده بيحصل ما بينهم الاتفاق ويلي طايبر بيقول لك بص علشان انا من الاخر هحط وشي برا فانا متوقع مية في المية ان انا هموت فما عنديش اي مشكلة مع ذا ومن الاخر هتقولوا علي ان احنا شياطين ايوا يا معلم احنا شياطين عندك مشكلة يوم ما اجي تايله احنا كمان شياطين ده الاتفاق ده الاتفاق يلا الحرب على ايرن والشياطين بتاع براديس يلا الحرب بوم ايرن يتحول وياكل ويلي طايبر اكله بعد ما ويلي طايبر ادى اجمد مصرحية في الانيميكو بس بجد خطاب طويل جدا هو عمل يحمس العالم علشان يطلعوا ويبدأوا الحرب على الشياطين يوم ويلي طايبر يعني ينهي الخطاب بتاعه ده بحاجة هو المفروض ما كانش عايزها تحصله ولكن هي فعلا ساعدة الحاجة اللي هو كان عاوز يوصلها في الليلة دي كلها موتة صعبة جدا ولكن ويلي طايبر كان متوقع وهو كان يستحق ان هو يموت الموتة دي رقم تلاتة واحد من الشخصيات اللي انا بعشاها بعشاها بقتها من تلاتين هي شخصية جاليارد وعجبني ان يعني جاليارد تمام يعني دوره في الانيمي اول لما ظهر بقى في الموسم الرابع هو دوره بيعمل حاجة واحدة بس بيحط على راينار تمام بس هو عمال بيحط على راينار عمال بيديله بفوق دماغه وكدهو طول طول الانيمي ومرة واحدة بعد ما بيتبهدل بيتدغدغ دغدغ لما كان بيحاول ياخد انتقامه على ايرن علشان حوله النات كراكر كدهو في الحلقات اللي فاتت دي نكتشف ان لأ الجاوس تايتن في الخناقة دي هو ماينفعش ماينفع ايرن بهدله جابه الارض دغدغه يعني بكل المراحل ولكن بعدين تيجي التويست بنت اللازينة دي لما زيك يصرخ ويحول كل الناس اللي شربوا الواين او النبيذ بتاعه الى تايتنز فالكو الطفل اللي ما كانش ليه اي ايد في المصايب اللي عمالها تحصل دي هو كمان يتحول لتايتن وياخد الامر من ذيك انه ما يروح ويأكل الارمر تايتن اللي هو راينر وفي الوقت ده واحنا فاكرين اصلا ان خلاص الجاوس تايتن تعمله اكسباير مش هينفع يكمل تاني يطلع للمرة الاخيرة وهو ماشي ونصف وشه متاكل وبيقول راينر انا لسه شايف دلوقتي الزكريات بتاعت اخويا وبس حبيت اأكد عليك ان انا برضو اجمد منك انا جاء اجمد منك انا عارف انا بعمل ليه دلوقتي انا عارف ان انا هموت كمان شوية بس قبل اموت لازم اأكد للمرة الاخيرة ان انا اجمد منك بوم وفالكو يموكله يا الله او برضو صراحة يعني الحلو ان في الموتة بتاعت فوركو ان هو يعني مراحتش هباء لأ يعني هو القذ بالموت بتاعه فالكو لان فالكو بجد شخصية جدا 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 جمدة ومن احسن الاطفال في عالم اتاك اون تايتن قلبه جدا جدا نقي وشخصية خرافية فما كانش يستحق ان هو يموت موتة زي دي فبتضحية جاليارد او هو كده كده اجمد منك كان هيموت لان هو ما كانش قادر يكمل ولا قادر يعالج نفسه بقوة تايتن فاللي هو لا بس سألك برضو في الاخر قبل قبل ما اموت كده غازز راينر مرة كمان والروح دلوقتي للموتة رقم اثنين ودلوقتي احنا دخلين في ليفل اللي هي يعني موتة مرضية بشكل مش طبيعي والموتة رقم اثنين معانا الشيء اللي لسه حاصل من شوية في الحلقة اللي لسه متفرج عليها وهو موت هانجي مان يعني في الحلقة كاملة اللي هي مدتها الساعة دي الواحد لسه متفرج عليها ده اكتر اكتر حتة الواحد اتأثر فيها صراحة لان شخصية هانجي من ساعة لما شفناها وهي فعلا الحاجة اللي هي نفسها يعني هي بس ما بتحولش ان هي ترضي اي حد شخصية هي بس شخصية بتحب الشيء اللي هي بتعمله وبس بتحارب وبتعمل افضل ما عندها وايوة وقت لما جالها التحدي ان هي تاخد القيادة من بعد ايرون سميث فهي عارفة ان الحملة ده تقيل ولكن بتعمل اللي عليها في نفس الوقت ما خليها الروح بتاعتها موجودة بس بينقصين الالتفاهة بتاعتها لسه موجودة الكوميديا بتاعتها لسه موجودة حبها الغير منطقي للتايتنز لسه موجود وبعد ما حصل المصيبة بتاعت فلوك وعرفيك فلوك دلوقتي اللي ما فكرت في الموضوع المرة تانية الموتة بتاعت فلوك ما كانتش مرضية قوي يعني كنت يعني ما زهر شوية بعد كده ما تقال جملة وايوة اه لا بس بزهور فلوك بان هو ضمر السفينة الطائرة بتاعتهم خلاهم يتأخروا شوية وهنا هو هنجي تقرر ان هي تضحي بنفسها علشان بس تكسب شوية وقت عشان يلحقوا يصلحوا الطيارة مان وهنجي اسنتهم اي لهلك كاش تدهلك في وشك تد يعني تقول كده يا جماعة انا عايزة اخد المخرج ده في الحياة انا عايزة المخرج بتاعي يكون حاجة جدا جدا كول واحنا فاهمين ان هي فعلا مش اللي هي عايزة تموت وخلاص وسهيا فاهمة ان ده الشيء اللي لازم تعمله فبس بتقول كده عشان دي الحاجات اللي نتوقعها من شخصية ان هي دايما في كل احوالها هتشوف الجانب الجيد من الموضوع واللي عجبني بشكل مش طبيعي بقى ان هنجي علشان هي كانتش شخصية من شخصية الفرفوشة جدا احنا ما شفنا هاش بتتعذب في الموتة بتاعتها بل لا شفنا ايوة الصرخة الاخيرة بعد ما خلاص تولعت من الحرارة الشديدة بتاعت الكلاسل تايتن بعد ما شفنا اكيد من اجمل مشاهد الانيميشن في تاريخ مابا مساعة لما مسكوا الانيمي ما بنشوف هاش وهي بتتعذب ما بنشوف هاش وهي بتتحول لفحماية لفحماية لا بنكت ليها وهي في عالم تخيولي كده وهي بتصحى وبتشوف زملائها في العالم ما بعد العالم بقى ولا مش عارفها تفاصلوها ازاي دي وهما بياخدوا باديها وبيساعدوها بيقولوا لا كله تمام ما تقليش الوضع ريلاكس احكي لنا بقى ايه اللي حصل مساعة لما سبناكم وبتاعوا الكلام دي مان جدا جدا يعني مرضية وفعلا الواحد بس عنك تدمع كده لما تفتكر الموتة دي وطبعا رقم واحد في القيمة بتاعتي لسه جايبين سيرته من شوية وطبعا لازم لازم يكون رقم واحد الموتة بتاعة ايرون خلينا اقول لكم حاجة انا لما بدأت اتفرج على اتاك ان تايتن بصراحة 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 انا كنت مستمتع به وكل حاجة ولكن لما بدأ التأخير الغير منطقي انا بدأت انسحب شوية من الانم يعني شوية بشوية كده بدأت انسحب اللي هو يعني اتاك بتاعتني مش اجمد حاجة عندي يعني مش اجمد حاجة في التاريخ مش هموت عليه مش عارف مين لحد ده لما جات التالت حلقات الايقونية بتوعي المسم التالت حلقة ستتاشر حلقة سبعتاشر والحلقة تمنتاشر من اجمد الحلقات في تاريخ الانمي كله وفي الحلقة سبعتاشر تتفتح الحلقة بالخطاب بتاع ايرون مان مان بجد يعني كمية الميمز اللي طلعت على الخطاب ده اللي هو فعلا لو الراجل ده بيعمل اي حاجة في الدنيا وبيتكلم بالطريقة دي انا همشي معاه انا لازم امشي معاه لو قال ايه على طول خلاص انا انا دايس معاه وفي نفس الوقت بيفاهمك الفكرة بتاعي الشيطان اللي هو من الاخر الناس بتوع الدي هدول مش هيعرفوا ينجوا في العالم ده غير لما يكون عندهم الشيطان مستعد يعمل اي حاجة مستعد يضحي باي حاجة والصورة دي كلها كانت متلخصة في القائد ايرون مكانش عنده اي مشكلة ان هو يضحي بالناس بل ان هو بس مش مش قائد اي كلام لا بل هو مستعدي كمان يضحي بنفسه ويكون في اول الخط والحمق يا الله احنا كنا اخدنا جزء من الخطاب ده على فكرة في نهاية الموسم التاني قبل ما مدراعه يتاكل واحنا لما شوفنا مدراعه يتاكل وبعد كده شوفنا هو في الاخر راح انقذ ايرون بنفسه بدراع واحد بنفع من ايرون سميث is just made different فاهميني لا هو مش مش شيء طبيعي شخص مستعد يكمل بس علشان يلاقي الاجابات على الاسئلة بتاعته وفي الخطاب الاخير بتاعه وهو عمال يحمس يقولك الجنود بتوعي هيجرو هاها ما الجنود بتوعي بيجرويوش كيه الجنود بتوعي بيعصبو جنود بتوعي بيسرخو جنود بتوعي جنود بتوعي بيعصبو وياخد البولدر دي او الصخرة الكبيرة دي في وسطه ويموت ولكن اكتشف ان هو ما ماتش لا ده لسه عايش بل احنا ممكن ننقذه بالتايتن سيرا ويرون ذات نفسه هو اللي يرفض وليفاي عمل القرار الاخير ليفاي نفذ المهمة اللي كان نفود ينفذها خلى ايرون ياخد الموتة اللي يستحقها ويرقد في سلام وبس عايزة المشاهدين دي كان كل حاجة عندي للفيديو ده اتمنى يكون الفيديو عجبكم عرفوني ايه افضل موتة من المنتجة اللي اللي لسه متكلمين عليها دي في الكومنتات تحت وانشككم ان شاء الله في الفيديو الجاية تكدو انتم مشتركين في القناة واشاءالين كل التنبيهات سلام